وجوه توضأت بالصبر والجلد على فقدان أب أو ابن أو زوجة هؤلاء هم أسر شهداء الوطن من رجال الشرطة الذين قدموا أرواحهم الطاهرة من أجل تحقيق أمن واستقرار الوطن والمواطنين هذه الأسر مكرمة دائما في أي مكان أو مناسبة لذلك أقامت لهم مدرية أمن القاهرة احتفالية كبيرة تم خلالها منحهم دروع وهدايا تذكارية عرفانا بدور أبنائهم في حماة وطنهم وأضح لكوى الشر التي تحاول أن نيل من عزيمة أبنائه تكريم يعكس مدى الوفاء لدماء الشهداء والحرص على توفير أقصى رعاية ممكنة لأسرهم